إلا وإلا كيف يا بني أنت المجموعة اللي راهي تنادي بالانتخابات والفضل يرجع للناس اللي شجعت حتى اللي كانت وقفة لا ننكر هذا ونبخص الناس أشياء احنا نقول باللي كانت مؤسسة قوية كانت تحتضن وكانت تشجع وكانت تصر على سلامة هذا الحراك وكانت تقول وهي اللي بنات وهي اللي درت هذا الجسر هيا لدرت هذا الجسر باش ننتقل من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة حبيتنا نقول لماذا لنثمن هذه الخطوات الإيجابية التي كانت بين خلي نقول من يوم رفضت العهد الخامسة هذا بطالب وإرضاء الجميع نقدر نقول ولا الناس اللي كانت تطالب بهذا من هذه الخطوات بدنا نمشي خطوات وقتعنا خطوات عملاقة نسميها عملاقة في التاريخ وحاجات ما نشرح نصرح بهنا اليوم أعلم بها المشاهدين ولكن هذه معروفة عن الخاص والعام أن أول دولة في العالم يدخل وزير العدل انتح على السجن وزاراء كانوا على رأس وزيرين أولين سابقين وبدأت تحكم عليهم وزادوا ومشيوا خطوة أخرى كانت في السر والت في العلانية هذه ثاني خطوة إيجابية كبيرة اللي رحنا عايشينها فقط ما زال عندنا لولا أنا قلت غدا سنذهب ولكن للأسف هناك أناس رم يتشاوروا يتيت تروح أنا قلت العكس أنا سمحلي أنا اليوم تقلقت شوي في القاعة ورديت قلت من المفروض سمح لي أولدي محمد كان يتحدث عن ديمقراطية خطر أنا حبيت نقول لهم علش ما نعكسوش الآية هذه لماذا الإنسان اللي رايح يروح برسوم رفوع باش يصوت علش ما وش الأخر لي يستحي الآخر جاي يمنعك من التصويت ويزيد يهددك ويزيد انتات ولي تحشم تخاف لا يصورك وتخاف لا تخطر كيف تفسر هذا اللي؟